يوم الاحد قمت بتصويته على الانستغرام و قلت صوتوا ياتوا ما تريدونه للفيديو الثلاثة الجاية هل كان لنجز له ساحب بار بالوقوف و 56% من قمتكم تصوته الساحب بار بالوقوف اليوم لدينا تتوريال توزدي نحن نبدأ نشاهد ساحب بار بالوقوف او ساحب بار للثلاثات سنبدأ نشاهد ساحب بار بالوقوف السلام عليكم شواء فرق اديوكم اي كاي اي سكوربين اليوم لدينا ساحب بار بالوقوف نتعلمه قبل ان نبدأ بالفيديو هذا واحد من التمارين اللي العالم تخاف منه بانه التمرين خطر يسوي في الانتروني بالشولدر وهذا راح يأذي الكتب ويسوي لك اصابه وا 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 اني حاجب هذا الموضوع وقال بانه ماكو اي تمارين خطر ماكو في التمرين يسوي لك اصابه الاصابة تجيك من عدة امور اولا حركتك غلط بيها ثاني شغلة اصلا عندك فد مشكله بالمفصل اذا عندك فد المفصل بالجوينت ماتك نفسه فاكيد طبعا راح تخلي فد ضغط على هذا المفصل راح يسوي لك اصابه او انه يخلي فد ألم على المفصل فماكو اي تمارين يسوي لك اصابه وهذا في الموضوع راح يشرح ان شاء الله بعدها اكي خلن نبدأ بالتوريال اول شغلة نحن نلبيها هي قبضة البار تلزم ضيق لأواسط العريض هذا الشيء يعتمد على انت يا عضلتري تستهدفك شكل عام هو لا يسوي على الاكتاف وعلى المثلثات كلما ايديك كانت ضيقة كلما سيركز على المثلثات كلما انت تعرف كلما يدخل الاكتاف الموضوع عضلت الاكتاف والعريض اللي يركز على الاكتاف أكثر وشويه المثلثات تكون عقالي متجل الموضوع لكن الشكل عام اذا انت مشلول متقدم رح تقدر تركيز على العضلة من ناحية ارتباط وعاصاب العضل المنتيك اقدران ياخذ العريض واركز على المثلثات اكتر اكتر ارطا ضيق هذا يعني انه يعتمد على تركيزك وعلى ارتباط العضل المنتيك ومستوعك بشكل عام لكن اليوم اللي احنا رح نشرحها رح نشرحها انه نركز بي على المثالثات ذلك القبضة رح تكون ضيقة نجاعد على طريقة الساحب طريقة الساحب رح يكون البار كلش قريب من جسمك فتخيل انه انت قريب من فتحائط من جدار معين يمك وما يصير الضخة هذا الحائب فش رح تسوي رح تسحب بها الشكل فضروري انه البار يبقى قريب من جسمك لا تأخذة انه البار يكون بعيد لانه احنا متعلمين بايرون كانت لك كما البار يتعد عن الجسم كما يصير الضغط اكتر على الجسم نجاعد فيما يخص الاذراع مالتك ضروري المرفق مالتك يكون هو اعلى نقطة هو يكون الليدينج بوينت ضروري من تسعد انه المرفق مالتك يكون عالي حال على متقلص المثالثات نشوف هواي ناس انه من يلزم البار وذا يسعد ساعد ما تكون موازات البار يعني هذا البار وهذا ساعد ما تهج فذا يكون موازات موازات المطلوب لديك حال انه تنزل البار ويكون المرفق مالتك عالي فلذلك ما راح تقدر تسعده هوايش هواي ناس اسعدوا الروب هذا نحن نشرح نسب نهاية الفيديو نحن نشرح الاخطاء ونطوب نحشت بها بشكل درسي لأكثر لكن حاليا اللي تحتاج الروب انه المرفق لازم يكون اعلى نقطة حتى تقدر تقلص المثالثات او التربيزيات اكيد عن مرحة تسعد ستحاول انه تأثر العضلة مالتك من تنزل النزول ضروري ويكون بطير لانه بس انت مجرد تنزل وتفكر انه سعد البار وحاها هي نجا سعد على بعض الاخطائش اللي ناس تسويها اول خطويانا نشوف ناس هواي يسعد البار كل شام حال حد الرقبة حتى انه مسموه سعد بار الاعباء قبل اذا انتدت تسعد للرقبة ودراء مالتك انه عدل دراء مالتك موازات البار انت من تستفاج نرجع ويقول لك انه ثلاثاتي اهنانا فانت من تشيلا لا يصير اي تقلص عن المتلسات لا يصير التقلص من الاكتاب فقط اكتاب شعر هذا البار فكأنه سيكون داتاقب نشر اللي تحتاج الى مثل ما قلنا انه نزل البار اذا البار منزل ترفع المرفق ماتك بعد ما رح تقدخ انت اصلا توصل الى المتلسات او المرفق ماتك لا نزل اقدر ارى اين اصلا اصلا لا اصلا لان المرفق ماتك احاول ان المرفق ماتك لا احتاج اصلا ثم البار يصلا ثم البار يصلا اعتمادا الخطأ الثاني وهو يقدم البار مني مني ينزل مجرد سحب شيء يفرر الى اكتاب وحتى شوف المتربين يقولوا شو مره لي قدام على ان تتقلص المتادات اذا افكر اذا اصلا ستتقلص المتادات هذه المتادات لم تتقلص اذا نجي على التجريح التربيزيس فنشوف انها تبدأ من الرقل المانتك وتنزل عادي ثلاثة اجزاء مقسمة اكور فابرد والميدل واللور تربيز فهنا بمانواتنا داخل فهي تكون نازمة هذا الشكل فحتى تقلصها كل شغل او كل وظيفة الوظيفة هي مجرد تقلص المتادات فهي ترفع المتادات وتنزلها هنا لا تقلص المتادات فا اذكر لا يحتاج تشمر البار كل اللي تحتاجه ومجرد صعود النزول بشكل عمودي فقط لغير ساعات طبيعي نزل طبيعي الخطأ الثالث واللي اشوفه هو انه من ياخذ التمرين لا يرفع الاكتاف انه بس مجرد يسعد وينزل بدون ما يرفع الاكتاف نذا بالحقيقة نجي على وظيفة العضلة ونقول تشريح العضلة نرى ان المتادات لا تتشعر بالدرامات ماذا؟ فإذا اريد ان اعزلها سيكون حالو حالة مثل هالحركة فإذا تسعد ومتسر تسعد لا يكون تقلص العمد فأحاول إنهم من تسعد شوية فرح حتى تقدر اتقلص فشوف الفرق بين هذه الحركة بينهما داسعة عند الاكتاف مالاتي بس مجرد داسعة عند الدرع ماتي ذا تشوف بأنه المثالثات أوكيد تتقلص لكن مو افضل تقلص على اله لكن بهاي الحركة شوف منهما داسعة دا ارفع الاكتاف مالاتي دا حاوله سوبيها شراجة لحاول انهو ارفع الاكتاف وفالتالي المثالثات ماتي أو التوبيزيز ماتي قامت تتقلص بشكل افضل فهذا عبداللي كان عندي في هذا الفيديو سوي لايك سوي كومنت سوي سبسكرايب إذا ما نسوي وكيد سوي لايك هذا الفيديو وشير ويا ناس ما بجدين لك حتى الكل يستفاد ونشوفكم إن شاء الله في الفيديو الجاية